السلام عليكم العديد مننا يعاني من مشكلة إيجاد النيتشات المربحة لذلك اليوم إن شاء الله سوف أريكم طريقة رائعة جدا ستمكنكم من إيجاد نيتشات مربحة في ظرف وجيز وكذلك بفعالية كبيرة جدا والجميل أن هذه الطريقة يمكنكم اشتغال بها كذلك في Merch by Amazon, Amazon KDP, Redbubble, Etsy أو أي موقع آخر خاص بالدزاين تشتغلنا عليه وكذلك حتى للأشخاص الذين يشغلون في Dropshipping فهذه الطريقة كنت أستعملها شخصيا عندما كنت أشغل في eBay وكانت تحقق لي مبيعات جد جد محترمة لذلك هذه الطريقة هي سهلة ولن تتطلب منكم أي مجهود كبير إذن على بركة الله لكن قبل الشرح لا تنسوا إخواني دعم القناة بالاشتراك والضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وكذلك ضعوا أي تساؤل في التعليق الخاص بهذا الفيديو وأنا أجيب عليها واحدة بواحدة إن شاء الله إذن على بركة الله إذن إخواني أول شيء أدف إلى أمازون ثم نتأكد من أن العنوان أمريكي بعدها أقوم هنا بكتابة coloring books for kids مثلا سوف تظهر لي العديد منها النتائج بعدها أقوم بتحديد هنا الكتب كذلك ستظهر لي العديد منها النتائج سأختار مثلا هذا الكتاب أقوم بفتحه هنا المهم عندي هنا هو أنني سوف أقوم بالدخول إلى هذا الكاتب لأقوم بالتجسس على الكتب التي قام برفعها سابقا لاحظوا معي لديه 14 كتاب فقط وحتى تتأكدوا من أن الكم ليس مهم بقدر ما المهم هو الكيف فلاحظوا هذا الكاتب يعني مبيعات جد جد محترمة يحققها من كتاب واحد فقط ورغم هذا فلديه 14 كتاب فقط إذن هذا الشخص دكي يركز على محتوى الكتاب وعلى الغلاف والنقط التي قمت بشرحها سابقا كالعنوان الكيوردز ولا يهتم بالعدد الكبير من الكتب إذن الشاهد عندنا هنا هو أنني سأذهب إلى هذه الخانة ثم أختار الكتب التي رفعت مؤخرا أأتي إلى هذا العنوان أقوم بنسخ العنوان الرئيسي بعدها أعود إلى هذه الخانة أقوم بالبحث من جديد هنا لدينا أربع نتائج فقط وهي غالبا لها لنفس الشخص إذن هذه نتيجة ليست جيدة أقوم بالعودة إلى نفس الكاتب لأشاهد عنوان لكتاب آخر إذن هنا لاحظوا معي هذا الكتاب أقوم بنسخ هذا العنوان كذلك أعود إلى خانة البحث ثم أقوم بالبحث هنا لدينا نتائج كبيرة إذن كذلك هذا نيتش لن أشتغل عليه هذا نيتش آخر هذا حتى قبل البحث من الصعب أن أنافس على هذا الكتاب لكن سأتأكد فقط ستظهر لي نتائج كبيرة نراحظ معي كما قلت سبقا رغم أنه يحقق مبيعات إلا أن المنافسة عليه كبيرة جدا أعود كذلك وأبحث هذا العنوان قد يفي بالغرض أقوم بالبحث من جديد إذن هنا لدينا نتائج جيدة جدا 138 يمكنني المنافسة عليها لكن الشرط الثاني هو يجب أن تكون هذه الصفحة تحقق مبيعات لاحظوا معي إخواني جميع الكتب تباع وبالتالي فهذا نيتش جيد جدا يمكننا الاشتغال عليه يعني لاحظوا لم أستغرق وقت كبير لأجد هذا النيتش وإن اشتغلتم عليه فسوف تحققوا النتائج جيدة لذلك إخواني حاولوا أن تشتغلوا على هذا النيتش ودخلوا إلى الكتب المنافسة وشاهدوا طريقة رفع المحتوى الخاص بهذا الكتاب حتى يتسنى لكم صناعة محتوى تنافسون به هذا الكاتب أو هذا المؤلف إذن إخواني الصور تبدو سهلة جدا يمكنكم أن تبحثوا عنها في فيكسلز ولمن يريدوا الاشتراك فسوف أضع لكم كذلك رابط التخفيض في وصف هذا الفيديو وكذلك يمكنكم استفادة من الاشتراك بدولار واحد في كرياتف فابريكا كذلك سوف أضع لكم الرابط في وصف هذا الفيديو ويمكنكم كذلك البحث في المواقع التي تعطينا صور مجانية ما عليكم سوى الدخول إلى حسابي في الفيسبوك فأنا دائما أقوم بمشاركة بعض المعلومات المهمة التي ستفيدكم مثلا فسابقا قمت برفع منشور حول جميع المواقع التي تتح لنا الصور المجانية يمكنكم التأكد بعد الدخول إلى الحساب وبحثوا عن هذه النوعية من الصور وقوموا بإنشاء كتاب منافس لهذا الكتاب فلاحظوا فقط 42 صفحة قام بنشره هذا الكاتب ووضع للكتاب 6 دولار فيمكن لأي مبتدئ أن يشأ كتاب وينافس به هذا الكاتب إذن هذه الطريقة إخواني إذن كخلاصة أقوم بالذهب إلى أمازون أقوم بوضع نيتش أقوم بالاشتغال عليه بعدها ستدهر لمجموعة من النتائج أقوم باختيار إحدى الكتب التي تبيع ثم أدخل إليها ثم أفتحها في خانة خاصة ثم بعدها أقوم بالذهاب إلى صاحب هذا الكتاب أقوم بالدخول إليه حتى تظهر لي جميع الكتب التي قام بالاشتغال عليها أقوم بترتيبها حسب التاريخ ثم بعدها أقوم بالبحث كتاب تلوى كتاب عن طريق هذا العنوان الرئيسي أقوم بنسخه بعدها إن تحقق أن نتيجة المنفسة قليلة والصفحة الأولى تحقق مبيعات كثيرة فهذا نيتش جيد يمكن أن ينوي الدخول عليه إذن هذه طريقة سهلة يمكنكم الاشتغال عليها وفي قادم الفيديوهات إن شاء الله سوف أوافيكم بجميع الطرق الأخرى التي قد تساعدكم لأن كل شخص يجد طريقة خاصة قد تبدو له أحسن إذن إخواني إن أعجبكم فيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول